ينضم إلينا هنا في الاستوديو الزميل عصام عكري ماوي مراسل بي بي سي مرحبا بك عصام يعني الحدث اليوم هو في بروكسل اجتماع لألبت في مدة التأجيل بعد طلب بريطانيا مد المهلة من 31 من هذا الشهر ما هو الموقف في بروكسل؟ الأنباء التي ترد من بروكسل تشير إلى خلاف هناك موقفان داخل الاتحاد الأوروبي لمسألة التأجيل هناك موافقة على مبدأ التأجيل لأنه تعذر على جونسون أن يمرر اتفاقه في البرلمان وهو طلب التأجيل رسميا وعلى الاتحاد الأوروبي أن يستجيب الخلاف هو على مدة التأجيل هناك جناح تتزعمه فرنسا يطالب بفترة قصيرة لا تتجاوز ربما أسبوعين ومعه في ذلك دول مثل هولندا وبلجيكا ولوكسنبيرغ وأسبانيا على ما أعتقد هناك رأي آخر يطالب بتأجيل لمدة ثلاثة أشهر أي تنتهي المهلة في 31 من شهر كيلون ثاني يناير المقبل لكن في الوقت نفسه هناك نوة من المرونة في هذا الخيار أي أن ممكن لبريطانيا أن تخرج من الاتحاد الأوروبي حالما تمت الموافقة على الصفقة ممكن أن تخرج قبل هذا التاريخ هذا هو الموقف الآن الاتحاد الأوروبي اليوم يجتمع على مستوى الصفراء وليس رؤساء الدول من أجل البت في هذه القضية كان من المتوقع أن يصدر قراره اليوم لكن من المرجح أن يتأخر حتى يوم الأثنين المقبل طيب هنا في لندن هل نعلم رد أحزاب المعارضة من حيث دعوة بوريت جونسون إلى انتخابات في الثاني عشر من ديسمبر المقبل حزب العمال المعارضة الرئيسية قالت أنها ستوافق على مبدأ الانتخابات المبكرة في حال تم إزالة مسألة الخروج بدون اتفاق بوريت جونسون راهن بقوة منذ تسلمه منصب رئاسة الوزراء على الحدي والثلاثين من هذا الشهر وقال أنه مستعد أن يموت في الخندق من أجل أن يخرج في هذا الموعد لكن الآن أصبح الأمر بعيد المنال اليوم وزير الخزانة ساجد جافد قال أن هذا التاريخ أصبح غير عملي لذلك المعارضة الأممالية تريد أولا أن تطمئن أنه لن يتم الخروج بدون اتفاق وأن الاتفاق الذي توصل إليه بوريس جونسون مع التعديلات مع الجدول الزمني سيتم بحثه بشكل مستفيد في البرلمان الأحزاب الأخرى لا تمانع من حيث مبدأ موضوع الانتخابات لكنها أيضا لا تريد أن تكون هناك مقايضة بين الانتخابات والموافقة على المشروع الذي عاد به جونسون تريد وقتا أكثر لدراسة التفاصيل لماذا تحديد التاريخين السادس من نوفمبر والثاني عشر من ديسمبر الثاني عشر من ديسمبر هو آخر وقت ممكن إجراء فيه انتخابات هذا العام لأنه يأتي قبل عياد الميلاد بعد ذلك يصبح تقريبا مستحيل على أي جهة أن تنظم أنت تعلم أن الانتخابات مسألة معقدة تحتاج إلى كثير من التحضيرات أنت مثلا تريد قاعات للمساوتون بأصواتهم عادت أن تكون في المدارس والكنائس هذه الفترة تكون فترة السعدادات لذلك من الصعب أيضا النهار القصير البرد والأمطار وما إلى هناك آخر مرة تمت فيها انتخابات في بريطانيا في عام 1923 جلت انتخابات في ديسمبر عادت أن تجري انتخابات في شهر أيار مايو هنا في الربيع أزمي العصامة قريماوي مراسل بي بي سي شكرا جزيلا لك